شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزري حول المبادرة الصينية البرازيلية لتسوية الأزمة الأوكرانية عبر عبد العاطي خلال الاجتماع عن التطلع للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وأهمية أن يستند الحل المستدام إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك الحوار والتسوية السلمية للنزاعات كما أكد وزير الخارجية أهمية تكاتف الجهود الدولية للعمل على تسوية الأزمة على ضوء استمرار تدعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي وعلى شعوب واقتصادات الدول أطراف الأزمة وغيرها من دول الجوار المباشر والإقليمي وعلى رأسها مصر أكد الوزير التزام مصر بالانخراط في كافة الجهود الصادقة لتسوية الأزمة ومنها المبادرة الحالية من خلال وضع تصور متكامل للدور الذي يمكن المبادرة القيام به